لدى استقبل سببه لمجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية أشهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بالصحافة البحرينية وبدورها كأحد مرتكزات الدفاع عن الوطن في مواجهة التحديات التي تهدد حاضره ومستقبل أجياله القادمة وقال سموه إننا نحمل كل الاعتزاز والتقدير للكتاب والصحفيين فهم القائمون على تنوير الرأي العام وتحفيزه تجاه كل ما ينمي قيم الولاء والانتماء والتفاني في خدمة الوطن من أجل مستقبل أكثر إشراقا ينعم في خيره الجميع وكان سمو رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضبية صباح اليوم مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية برئاسة سيد مؤنس المردي وذلك بمناسبة انتخاب المجلس الجديد حيث هنأهم سموه على نيلهم ثقة الصحفيين وتمنيا لهم سموه النجاح والتوفيق في الارتقاء بالصحافة البحرينية والمنتسبين إليها سمو رئيس الوزراء أشاد بالصحافة البحرينية وبدورها الكبير في مساندة جهود التنمية الشاملة التي تشدها المملكة والتعبير بصدق عن نظر المواطنين وتطلعاتهم فضلا عن دورها في مساندة مسيرة التطور والنماء من أجل تعظيم الإنجاز وتفادي أي قصور وأشار سموه إلى أن حرية الصحافة في مملكة البحرين مصانة بنصوص الدستور والقانون ولا تراجع مطلقا عما حققته البحرين من حريات وتعبير عن الرأي وخطب سموه الصحفيين قائلا إن دوركم كبير وصوتكم مسموع فلا تترددوا في قول الحق ونحن معكم وندعمكم بقوة ولكم منا كل الاحترام والتقدير وحتى سموه رجال الصحافة والفكر على أن تكون كتاباتهم عصرا يجمع ولا يفرق فالكلمة أمانة ومسؤولية أمام الله عز وجل وتداعيتها أصبحت تتجاوز الحدود وطلب سموه الصحفيين ورجال الإعلام بالنأي بأنفسهم عن أي خلافات تسعى للتفريق بينهم فأي وساءة للصحفيين هي إساءة للجميع ونوه سموه بالدور الذي تقوم به الصحافة البحرينية في تعريف العالم بكل ما حققته مملكة البحرين على مساوى تحسين مسواحية الفرد في مختلف المجالات وقال سموه إن الصحافة البحرينية كانت ولا تزال الوسيلة الأمينة للتعبير عن تطلعات الشعب ما لديها من إحساس عال بالمسؤولية الوطنية تجذرت عبر سنوات طويلة من الموضوعية والمصداقية في طرح الرؤى والتصورات ودعا سموه الصحافة البحرينية إلى الوقوف بقوة في مواجهة حملات التزييف والتضليل التي يتعرض لها الوطن في بعض وسائل الإعلام الخارجية ولا تترك الساحة خالية لمن يضمرون الشر للوطن وأهله في تشويه ما تحقق للوطن من منجزات في كافة القطاعات وشدد سموه على أهمية التعلم من الدروس التي حدثت في بعض الدول من عدم استقرار والتصدي لمن يعمل على زرع الفرقة داخل المجتمع البحريني المتعايش وأكد سموه على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية وما لعبته من دور في الدفاع عن الوطن وقضاياه وأصبحت جزءا مكملا لما تقوم به الصحافة من دور تنويري وأعرب اسموه عن ثقته في قدرة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الجديد على التعبير عن متطلبات الصحفيين المهنية وتحقيقها ولاطلاع برسالته النبيلة في الارتقاء بالعمل الصحفي ليكون مواكبا لما تشهده البحرين من رفعة وتطور من جانبهم تقدم أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقرع على ما يليه من اهتمام ومساندة للصحفيين مؤكدين أن توجهات سموه ومبادراته كان لها عظيم الأثر في نهضة الصحافة البحرينية وتطورها عبر السنين وأشددوا على أن حرص سموه على التفاعل السريع والإيجابي مع ما تطرحه من قضايا شكل حافزا للعاملين في الحقل الصحفي على المثابرة والعطاء لإدراكهم أن القيادة الرشيدة تتابع عملهم وتقدره وأكدوا أن تفضل سموه برعاية وتكريم رواد الصحافة البحرينية الشهر الماضي كان أكبر وعز وسام حصل عليه الصحفيون البحرينيون لأنه جاء من قائد يؤمن بدور الصحافة ويدعمها ويساندها معاهدنا سموه على استمرارهم في القيام بدورهم في خدمة الوطن والدفاع عنه